موسيقى السلام عليكم ورحمة الله جاءتني هذه الرسالة من شاب يقول فيها أريد أن أكلمك بموضوع مهم لا أستطيع أن أنام إلا وقد غاص قلبي وعقلي في حناية ما أسمع وما أصل إليه من أفكار ومشاهدات عن إعلام بلدي لا أستطيع أن أنام إلا وأتساءل من يترى على حق وأي الطريقة أحق هذه الحرب النفسية التي تكلمنا عنها في حلقات ماضية يعني مؤلم جداً أن يصل الشباب إلى هذه المرحلة من التفكير والتشكك أتابع مع الرسالة يقول فذاك مؤيد للدولة الإسلامية وَلَهُ دَلِيلُهُ وَذَلِكَ مُعَارِضٌ وَلَهُ دَلِيلُهُ ضَاعَ تَفْكِيرِ فَمَعَ مَنْ أَقِفْ وَإِلَى مَنْ أَدْعُوْ الحقيقة الرسالة كتير مكتوبة يعني بطريقة صحيحة وسليمة وما فيها أخطاء ومن أختار اختار اختار من يختار كنت في سوريا أدعو مع الشيخ بعد الصلاة اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه شوفوا شو عميقول كان دعاء وأقوله وأظن معناه أنه الله يريه الحق يعني لما يتعامل مع الناس عميحكي هذه الكلام قبل أن تبدأ الثورة كان بالنسبة له هذا دعاء عادي نقوله بدون ما نفكر فيه ومنأخذ المعنى الأقرب له فكان لما يدعو يقول لحاله أنه الله هيكي خليه يحسن تعامله مع أهله مثلاً بالمدرسة إذا درس شيء معين يشوف الحق فيه إذا تخانأ مع حدا الله يريه الحق ولكن لم يخطر بباله أن يصل إلى هذه المرحلة من التشويش الفكري على مستوى قضايا كبيرة تخصورية يقول ولكني الآن فهمت معنى كنت أظن محصوراً في الأمور الصغيرة لكن تبين أنه دعاء يخص الأمور الكبيرة ويضيف وزادت حيرتي انضمام بعض من أعرفهم إلى داعش ممن درسوا الشريعة وقرأوا الدين قراءة جيدة ومنهم من تتلمذوا على أيدي المشايخ أو يقربون لهم هلأ هذا هو بقى المحتوى الأساسي من رسالته فهلأ طبعاً برجع بقول أنه هذا هو الهدف الأساسي مما يحدث على الأرض أنه الناس تتشوش تتبلبل لا تعرف أين الحق ولكن أنه بقى نظن في داعش خيراً هذا بقى غير مقبول يعني غير مقبول نهائياً إذا وصل الموضوع لهون يجب بقى أنه نحاول علاجه وتذكير الناس وإخراجهم من التفكير بهذه الطريقة هلأ خلينا نقول هلأ هو كمان برسالته فيها أشياء أخرى ما قرأتها أنه يقول مو بس هو على فكرة كمان جاءتني من ناس أخر في منهم حتى غير سوريين أنه بدأوا يتساءلوا أنه مدام العالم كله أصبح يحارب هذه الدولة معناته هذه الدولة صح لأنه العالم بات يحارب كل إنسان خير وكل إنسان مسلم وكل إنسان مستقيم فمعناته أكيد داعش جيدة لحتى تجمع العالم على حربها وهاي كمان من ضمن الحرب النفسية وصاروا يقولوا كمان أنه كل الأشياء التي نراها على وسائل الإعلام أنه ملفقة على هذه الدولة البريئة الإسلامية التي تسعى إلى الحق وإلى الخير فلما نشوف ذبح أو نشوف هيك شي مشاهد سيئة تكون ملفقة لها ولذلك أنا لن أذكر هذه الأشياء أو حقول أنه ممكن أن تكون ملفقة لكن خلينا نفكر بتجرد من بعيد يعني لو نظرنا فقط إلى هذه الدولة إلى أعمال التي تقوم بها خلينا نرجع نتذكر أشياء أمو أنا قلت هي تقال كثيرا في وسائل الإعلام لكني أنا سأحشدها الآن لحتى أزيل الشك الذي بدأ يتسرب إلى بعض الشباب قالوا هاي الدولة كيف قامت عادة كيف تقام الدول عادة بيتجمعوا الناس بمكان معين بيبدوا يشعروا أنه بدهم قوانين بدهم كاي فبيطلبوا أنه يكون عليهم خليفة أو يكون عليهم أمير أو يكون عليهم قائد فهنن بينتخبوا مين بينتخبوا؟ بينتخبوا أهل الحلوى العقد أو الناس بيرشحوا مجموعة من الأشخاص وبعدين بيعملوا عليهم تصويت أما ما بيجوا بيجبرونا على إنسان معين وبيطلبوا مننا كل لياتنا أنه نجي بدنا نبايعه بدون ما نعرفه بدون ما نعرف عنه أي معلومات إنسان ماضي مبهام ما له واضح فهي أول غلطة بتخلي أنه هاي الدولة تسقط بالشرع الإسلامي لأنه بالإسلام لا تقام الدول هكذا ولا ينتخب الإمام لها هكذا فهذه الدولة أصلا ساقطة يعني ساقطة ثاني شغلة الدولة لما تقام يقال بكتب الفقه أنه الدولة لا تبدأ بتطبيق الحدود خاصة لما يكونوا الناس ما اعتادوا على هذا الأمر يعني بالنسبة لهم أمر جديد الناس كانوا معروف بكل البلاد العربية والإسلامية ما عنده هذا الشيء ما عنده تطبيق للشريعة إلا معروف قصرة الشريعة على قضايا الزواج قضايا الطلاق قضايا الوراسة حتى الوراسة ببعض البلاد لعبوا فيها صاروا يورسوا الزكر قد الأنسة صار في عندهم أراضي أميرية وأراضي غير هيكة فكل شيء تغير عنا بالشرع فالمهم أنه هاي الدولة لما بتجي تقيم حدود لأي دولة ها مو بس داعش شو بتعمل لازم تعمل تمهيد للناس يعني أول شيء الدولة لما تقام شو الهدف من الدولة هلأ الدولة لما تقام بس الهدف أنه تعاقب الناس لا الدولة لما تقام فيه للأفراد حق لازم تأديلون يا وهي فيه الحق من الأفراد لازم يعطوها يا هلأ حقها الدولة طبعا الطاعة السماع هالأشياء التكافل مثلا هالأشياء كمان الناس ينتظرون من الدولة أنه تأمن لهم التعليم أنه تأمن لهم المستشفيات أنه تفضل خلافات اللي بينهم أهم أهم شيء تأمن لهم حاجاتهم الأساسية يعني الطعام الشراب مثلا الأمن النفسي طب خلينا هلأ ناخد هاي الدولة صرف النظر عن مسمىها أنا بدي أحكي هلأ عن أي دولة بتعمل مثل داعش شو عملت هي هاي الدولة أنا بعرف بشهادات ناس أنا بعرفهم وأثق فيهم مئة بالمئة أو بعرفهم من زمان من خمسين سنة ما تعرفت عليهم هلأ بالثورة شيء منهم يعني كانوا جوا وبيقربوني وشيء منهم من معارفي وشيء منهم من أصدقائي وشيء منهم من الناس اللي معروفين مشهود لهم بالصدق والاستقامة كلهم شهدوا أنه كل المناطق اللي دخلت عليها هاي الدولة أول شيء عملوا هدموا المستشفيات أول شيء عملوا سيطروا على المخابز وعلى قوت الناس وصاروا هنن يتحكموا فيه من الأشياء اللي عملوها أنه رأسا بدوا بالبطش وبدوا بالقوانين الجائرة فإنما لو جينا على الدولة كيف لازم أنها تقام الدولة تقام أولا بالتكافل والمرحمة يعني الخليفة صحيح مطلوب منه أن يكون حازما وحاسما وأن يعاقب الناس لكن مطلوب منه قبل ذلك أن يكون إنسانا رحيما متعاطفا يفهم وضع الناس كيف كان وكيف سيصبح على يديه إن كان عن جد حاكما صالحا وبناء عليه يسلك مع هذه الرعية نعم فإذا المطلوب أولا من الخليفة المسلم أن يكون رحيما أن يتفهم وضع الدولة كيف كانت وكيف أصبحت طبعا نحن المفروض أنه سوريا ما كان فيه أي شيء من تطبيقات الشريعة وفجأة أجد الدولة فالمفروض أنه تعطي فترة محددة للشعب تعيد فيها صياغة القوانين تعيد فيها ترتيب أمور الناس تعطيهم فترة هنن نفسهم لكي يتغيروا لكي يدركوا أنه أصبحوا في وضع جديد لكن هذا الشيء لا يحدث الحدود لو بدها تتطبق تطبق آخر شيء من الدولة يعني الدولة كما قلنا لها مقويمات معينة تؤمنها كلها تدريجيا بالترتيب بالترتيب وآخرها يكون الحدود على أساس أنه هالدولة صار لها قانون وصارت حاجات الناس كلها موجودة ومتوفرة فاللي بخالف بقى هذه القوانين ساعتها ممكن نبدأ نهدده يعني مو رأسا كمان نبدأ بتطبيق الحدود كاملة نبدأ منهدد أنه نحن سوف نطبق الحدود بعدين نبدأ منقول أنه نحن سنبدأ أولا بالحدود التعزيرية يعني نعطي الناس مجال لأنه لو جينا لواحد وقطعنا رأسه وماعد نقدر نرجعه مرة تانية على قيد الحياة لو قطعنا إيده بيكون فقط إيده إلى الأبد وماعد ممكن أنه تترجع مرة تانية وكمان نرجع ونستشهد وإن كان هذه القصة كتير يعملوا عليها بلبلة ولكنه لو كانت غلط فإن مغزاها صحيح وهي طبقة إسلامية أنه عمر بن الخطاب أوقف حد الصرقة وإتصارة المجاعة عامر الرمادة هذا شيء معروف ولو كان فيه ملبسات تانية أنا ما بهمني لكن اللي بهمني أنه هذا يتوافق مع الشرع ويتوافق مع مقاصد الشريعة ويتوافق مع أي دولة لو ما كان عنده أي دين بس عنده إنسانية أنه ترأف بحال الناس هلأ منسمع عن سوريا أدي صار فيها غلاء أدي صار فيها فقر أديش العملة العملة صار ماء الها قيمة بالمرة وما هيك لسه السلع فصار عند الناس شيء عكسي كل شيء عم يرتفع والناس بالعكس مواردة عم تقل فإذا الحاكم الصالح يراعي كل هذه الأشياء ولا يبدأ أبدا بالحد والقطع يعني أنا واحدة رفيقتي صديقة إلي حميمة قالت لي أنه ابن أختها يعني ما لح تكذب علي كان بالباص عم يدخن سيجارة طبعا أنا ضد التدخين ولا أطيقه وأنا بيعجبني اللي بيقول عنه حتى بيفتي عنه أنه حرام ولكن فجأة بيأخدوه من رأبته وفورا فورا قطعوه لأصبيعه طب يعني يعطوه تنبيه يعطوه أنزار طب يعملوا عندهم قوائم مداما عم يقولوا أنه متفرغين وبدأوا ما شاء الله يسكوا عملة ونقد وشيء وفضة ودهب وعم يأمنوا أمور الدولة فيعني أقل شيء ممكن يعملوا طيب يعملوا نفوس جديد للناس يكتبوا أسماءهم خاصة أنه هنهن عم يحكموا مناطق ما عاد بس أهل ساكنين فيها هاي المناطق كتير إجالة مهجرين من هون ومن هون ومن هون ومن هون فهي شغلة كمان من أخطاء هذه الدولة وتسقطها أيضا وتسقط فهم السقييم لهذا الدين كمان فيه شغلة أنا بعتقد واضحة لكل العالم لكل العالم أنه كل المناطق اللي عم تفتلة داعش عم ينسحب منها النظام وما عم يصير عليها قصف يعني حتى هلأ خلينا نحكي عن التحالف الدولي يلي خلى الناس مثل هذا صاحب الرسالة أنه يتردد شوي ويظن أنه هاي الدولة جيدة وأنه نحن عم نظلمها وأنه دولة الإسلام طب ما لاحظ هذا الرجل أنه حتى قصف التحالف ما عم يسقط على داعش عم يسقط على الجبهات التانية عم يسقط على السوار التانين عم يسقط على المدنيين ما لهم ملاحظين العالم أنه عم يهدم البنية التحتية لسوريا يعني الحقيقة هاي كلها تشيلي عم يصير تمثيلية الناس اللي شاهدوا شو اللي صار بأفغانستان شو اللي شاهدوا بالبلاد الأخرى يعني المفروض تكون بالنسبة لهم واضحة كتير كتير ما يكون فيها أي شك نهائيا بلد عم تتدمر بنيتها التحتية بلد شغلونا بدال نحن هلأ ما عاد حدا حكى عن النظام ما عاد حدا حكى عن النظام يعني المفروض نحن نحنق على هذا لأنه وجه كل شيء لقضية غير القضية الأصلية ما عاد النظام فيه إله أي ذكي يعني لسه بيقولوا لنا سقطت شرعيته سقطت شرعيته صارت ساقط شرعيته 125 مرة ومع هيك منلاقي لسه النظام قاعد ولسه عم يشارك بالأشياء الدولية ولسه ولسه ومنلاقي لسهاته عم يزداد قوة طب كمان شغلة أخرى الذين يشكون أيضا بشرعية هذه الدولة وأن عن جد دولة إسلامية والعالم يحاربها طب ألا يلاحظون الغنى الذي تعيش فيها هلأ بتقولوا لي لأنه أعدي عند منابع النفط طب لماذا أصلا سهل لها أن تأخذ منابع النفط أكيد هاي كل ياته أشياء مرسومة ومدروسة الأسلحة التي تتدفق عليها مهم أشياء كثيرة توحي بأن هذه الدولة فيها شيء غلط على الأقل يعني فيه نوع منه التعارض أو نوع منه هلأ حتى الحدود هلأ لما رولنا كيف تقام الحدود قال لما يدخلوا على أنا سمعت على فكرة من عدة مدن وليس من مدينة واحدة قال لما بيدخلوا على المدينة طبعا بيدخلوا على الأشياء اللي مع الجيش الحر المحررة فبيدخلوا قال أول شيء بيسألوا مين بالسجون بيخرجوهم كلهم لبرا هاي روية من أكثر من طريق أنه بيختاروا أشخاص وبيعدموهم وأشخاص بيطلقوا صراحهم وأشخاص بيرجعوهم على السجن طب بناءا على إيش يعني مو المفروض أنه الدولة الإسلامية يكون في عندها تحري شديد جدا لذنوب الناس وأخطاءهم قبل أن تحكم على هذا بالإعدام أو على هذا بالرجم أو أي حكم آخر يعني نحن عنا بالشرق تدرق الحدود بالشبهات ولكن هنا نلاحظ أنه تأخذ الأمور بالشبهات يعني أنا هذا عمقول إذا ما بدي يصدق التلفزيون إذا ما بدي يصدق أنه عم يقطعوا الرقبة بالموسم و بالسيف متل ما الشرع فأنا هلأ عم أحكي من شهادات ناس لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة فإذن لازم نحط الأمور بين يصابة لو شفنا بعض الجنود المخلصين نحن ما منقول لا بالآخر في كتير ناس مثل حكينا عنهم بحلقات ماضية أنه واحد ما صح له أنه يتزوج أو واحد عنده إخلاص شديد جدا جدا و بده يجاهد فيه سبيل الله فلقى أدامه هالشعارات وأمرح أكيد فيه من الناس الصغير ناس مخلصين ولكن الإنسان العاقل السوي ما بيفكر بهذه الطريقة بيفكر من فين إجي الداعش بيفكر كيف أو حتى مو بس بداعش لأنه يمكن نحن تجينا نمرة جديدة يعني مثل ما إجينا من قبل القاعدة وإجينا بعدها يعني أشياء دائما بظل يخترع عدول حتى نحن نوقف ضده ونحاربه ودائما فيه نسخ محسنة فلازم نضل على علم وعلى سعة أفق من هالأشياء الجديدة اللي لسه بتضل نسخ محسنة بتاخد أسماء جديدة فنضل نراقبها ونراقب تصرفاتها لحتى نتأكد أنه هل هذه عنجد دولة الإسلام ولا ما دولة الإسلام هل عنجد من يقودون هذه يعني ما بدي أنا أسميها دولة يعني يعني يقودوا هؤلاء الناس هل عنجد يريدون الخير للأمة الإسلامية مو بس لسورية لأنها بالآخر صارت عم تضر العالم كله هنا السؤال الذي يجب أن نسأله وأن نجيب عليه طبعا هذا السؤال كبير كتير ومن الصعب أن أجيب عليه قال في مرة أم سألت ابنه قالت له يا ابني كيف كان الامتحان اليوم كان الولد بالفحص الله والله يا ماما الأسئلة كتير 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 سهلة قالت له ممتاز وإن شاء الله جاوبت منيح الله والله يا ماما الأجوبة كتير 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 صعبة فالمهم هاي قضية كبيرة وصارت قضية الدول وصارت قضية عالمية لكن أنا أجمع أجمع ما أسمعه وأحزن جدا لما أجد أنه ناس عم ينخدعوا ولا عم يصدقوا أنه عنجد هذه دولة الإسلام أو أنه في حدا هلأ يريد لنا الخير وهو عم يعمل هذه الأعمال طيب من ضمن الأشياء يعني اللي أنا أعلمها علم اليقين أنه هذه الدولة بدأت تستقطب الأقلام بدأت تستقطب الناس الذين لهم سمعة لحتى يتتقوى بهم لأنه دائما الإنسان الضعيف بحاجة لشيء يتقوى به لما قامت الدولة يعني حسب ما قرأنا وسمعنا أنه أكيد أكيد إيران واليهود وأمريكا وكل حدا يريد الشر في هذا العالم تحالفة طبعا من الأشخاص ومن الدول وأي هي تحالف وصنع هذه الدولة لكي تكون شوكة في طريقنا جميعا فهي تريد أن تقوت كل شيء جميل في حياتنا هلأ من زمان بقى كيف صرت الطريقة الجديدة من زمان كانت الطريقة القديمة طبعا ما كانت معروفة عرفناها عملونا طريقة جديدة كان بالأول بيجيبو لنا استعمار نحنا اكتشفنا الاستعمار عرفنا أنه بدأت خرب لنا بلادنا حتى في ناس سموه استخراب بعدها جابو لنا المستشرقين بالأول صدقناهن وانبسطنا أنه نحنا عنا ضعف بالعلم هنن تقصوا ودرسوا علومنا وقلفوا لنا كتب بعدين اكتشفنا أنه في يدس بعد هيك جابو لنا الحداثة بالأول صدقنا وقلنا يا سلام وعلمنا حيتطور عرفنا أنه كمان خربو لنا لغتنا العربية بعدها جابو لنا العولمة اللي تغلغلت بحياتنا فالمهم هلأ اكتشفوا أنه هاي الأشياء كلنا عم نكتشفة صار صعبة علينا فقرروا أنه يدخلو لنا من ديننا ومن قيمنا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا ويحاربونا بأولادنا فنحن قوم إذا خدعنا في الله خدعنا لما يجوا يقلو لنا أنه والله لصالحكم ودين وإسلام أكيد كل الناس حيصدقوا لأنه صار الناس عندهم تعطش يعني الناس بعد اللي شافوا كله صاروا بدهم بقى يرجعوا لأصولهم يرجعوا لربهم يرجعوا لدينهم يرجعوا للخير يرجعوا للقيام فمن هذا المدخل دخلوا إلينا وصنعوا لنا هذه الدولة ولحتى تزبط معهم وما يبيب من قياداتها حطوا لنا هدول الشباب اللي الواحد لما يشوفون بينغش فيهم يذكروني بالحسن ابن الصباح تعرفوا الحسن ابن الصباح هذا واحد من الحشاشين يلي يجوا بالتاريخ وكانوا ناس سيئين أكيد انقسموا هدول فرقة انقسمت عن الشيعة فرقة منحرفة وضالة فهذا كيف بده يقنع الناس أنه يكونوا معه وأنه يحاربوا الدولة الإسلامية اللي كانت وقتا اللي هي الدولة العباسية فراح صار اختار مكان جميل منطقة جميلة جدا جدا وصنع فيها أنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار وصار يجيب هالشباب اللي عنده ويطعميهم حشيش لحتى شوي يعني كمية مدروسة من الحشيش وقال لهم انتوا صرتوا بالجنة هاي الجنة تطلعوا شجار وامكنها جميلة وديان أنهار وهي أنهار عسل ويجيب لهم كمان بنات لحتى يحيلون انه هدول الحور العين وبعدين يمنع عنهم يطلعوا لمحل تاني ووقف عنهم المخدرات فيقلهم أنه انتوا كنتوا بالجنة ولو هلأ يعني جاهدتوا حترجعوا لنفس المكان فصاروا هدول بقى يكتر عددهم يكتر عددهم صدقوا وصاروا معه قوة عظيمة حارب فيها فهون نفس الشي تاري داعش لما عم تاخد الشباب بالأول طبعا تدربهم فعم تاخدهم لمعسكرات وتنقيلهم خيرة الشباب هاي القضية تواترت كتير بيحطوهم مع معسكر مع خيرة الشباب هدول طبعا شباب صغار لسه ما بيعرفوا لما يلاقوا هدول القادة اللي عم يشتغلوا معهم في عندهم إيثار في عندهم عاطفة في عندهم اهتمام بالدين اهتمام بالصلاة اهتمام بكل أمور الحياة بأكلهم بيشربهم بمشكلاتهم عم يحاولوا يساعدون بدون يزوجون بدون بدون فهدول الشباب عم ينسحروا بقى نهائيا انه يا سلام شو هاد هاي المدينة الفاضلة هن من زمان جعبالوا يعيشوا بهاي الطريقة فبعدين بقى طبعا بيتدربوا بيطلعوا من المعسكرات لما يطلعوا بقى على أرض الواقع لإنسان متى ما أخد فكرة أولى كتير كتير صعب انه يغيرها فلو شافوا على الأرض بقى أي خطأ أي شيء بيكون هنين متشبعين بالفكرة الأولى وصار في عندهم نوع من التقديس والإنبهار بالشيء اللي شافوا بالمعسكر فبيكون صعب إقناعهم بعكسه وبهاي الطريقة بقى ملكوا مجموعة كبيرة من الشباب وقدروا يسيطروا عليهم وعلى عقولهم وانضموا أولهم وكل ماله عم يكتر العداد لأنه هدول لما انسحروا بهاي الطريقة فصاروا يقولوا لغيرهم ولغيرهم ولغيرهم لما عم يصعب الجهاد لما عم نلاقي هون التمويل وهون الهي ومناطق تانية ما عدت فيها فالشباب ما عدت فيه أمامهم إلا أنه ينضموا إلى هذه الدولة فمن هون إجاء الخطر الكبير اللي لازم كل الناس ينتبهوا له الشباب الأمهات الآباء اللي عم يشتغلوا بالثورة أي حدا يفتح بأعيونه أنه صاروا عم يخدعونه بعكس أول عم يخدعونه بديننا وأنه بهذه الطريقة بيمشي حانه فيه كمان واحدة أثق بها كمان قالت لي أنه الدولة في أوائل قيامة بدأت تستقطب الأقلام لحتى تجندهم ومنهم أقلام نسائية معروفة أنه كان بدهم بالذات أقلام نسائية لأنه الرجال كتير منهم ما عد قدروا يوصلوا لهم أو يمكن ظنوا أنه المرأة سهل أنه يضحكوا عليها والرجل صعب أنه بياخدوها بالعواطف فصاروا كتير يتواصلوا معهم على الصفحات التواصل ويحاولوا أنه يغروون في منهم أغروون بالدين ودولة الإسلام في منهم أغروون بالمال في منهم أغروون بالمناصب كتير أشياء بيستعملوها وهذا الذي كان وبقى هذا خلى يكتروا أتباعهم وينضموا إلهم فنحن بقى يعني أملنا أنه ننبه الناس نقللهم يعني لا تغتروا بكل شي بتشوفوا قدامكم مثل ما الدولة عم تقنعكم أنه اللي عم تشوفوا بالتلفزيون عنها كذا بيمكن يكون في حدا تالت عم يقنعكم بأشياء هي ما تكون موجودة على الأرض يمكن أكتر أكتر حدا بيقدر يفيدكن هي شهادات الناس يلي شافوا بعيونهم وكمان الرؤية العامة يلي أنتو بتقدروا تسمعوها هلا بأمريكا دائما معروف لما بدون يحكموا بقضية بيجيبوا المحلفين هلا أنا ما بعرف من هنين المحلفين سألتوا قرأت اللي وجدتوا أنه هدول بيكونوا ناس عشوائيا يعني بيخلوا الكمبيوتر يختار مجموعة من الناس عشوائية بيلموهم من ولايات مختلفة وبيطلبوا منهم أنه يوم جلسة المرافعة بالقضية أنهم يجوا بيعدوا هيك مثل ما بتشوفوهم بالتلفزيون بالأفلام بيعدوا على جناب فبعد ما الدفاع يقول والمحام يقول وكذا بياخدوا رأي هدول المحلفين هدول ما عندهم أي شيء لا لهم دارسين محامة لا عندهم علم بالقضاء لا عندهم خلفية عن القصص سمعوها بالمحكمة ولكن عندهم هذا الحدث الحدث الإنساني فبيعطوا رأيهم وبيكون رأيهم فيه إلو أثر على الحكم بالقضية فأنا بتمنى بتمنى من الشعب السوري من الشعب اللي مهتم بأي شعب تاني أي إنسان مهتم بالقضية السورية أنه يسمع بس يسمع كتير يسمع من كل يسمع من هالأصار معروف أنه الإزاعة الفلانية أصح كنت تسمعوها لأنه مغرضة أو مرات بتكون مغرضة مع بلد معين الإزاعة الفلانية عندها أنصاف وعندها أنصاف مع كل القضايا أو مع القضية المعينة فاسمعوا اسمعوا الإعلام السوري وقارنوه حتى تبع الحكومة اسمعوا الإعلام الأجنبي اسمعوا الإعلام العربي اسمعوا اسمعوا وأكيد أنا متأكدة أنه اللي بيوسع أفقه وبيسمع كل شي هيسير فيه مثل هدول المحلفين بالآخر حيعرف الحقيقة خاصة إذا راح على المخيمات أو مو بس على المخيمات هلأ أصاروا السوريين بكل محل أنتوا بس روحوا وقابلوهن واسمعوا منهم وأكيد حتعرفوا الحقيقة حلقتنا خلصت وياريت تشوفوا إذا في عندكم أي شي برحب فيه على البريد الإلكتروني للبرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة